اشتركوا في القناة حضرنا مداخلة على كل حال بخصوص مخطط توجيه لتهاية سياحية لولاية ورقلا الوحد عاشق ما يقولوا طفولة عادية ابتدائي متوسط ثانوي في الثانوية عقبة الباكالوريا الباكالوريا يعني العام الأول ما ديت هاش العام الثاني ما ديت هاش العام الثالث صارت لي فيها كارثة يعني تهمت بتهمة سارقة وقريب تروح فيها في العدلة والحمد لله ديتها في العام الثالث تخصص تاعي كتوجهت للجامعة كان تخصص تقني وشكرة العمل يعني كل طلبة راحت يعني سراء لهم مشاكل هذه منصب عمل يبدأ حياته جديدة وكذا الحقوق أي واحد يقول لك الحقوق الخدمة تاعك في المحكمة محامي هذا هو الحدة أنك تروح من الحقوق تلقى راح تخدم في السياحة وكاش علاقة دراسة شيء والعمل تاعك شيء آخر مستحيل يعني نسبة 80 إلى 90 بالمئة من الناس اللي يرهم يخدموا ما كانش توافق بين الديفلوم بتاعه ووين راهي منصب العمل بتاعه وهذا ما يمنعش بش الواحد يبدع في هذا المجال ما لقري ما مختاروش هو ولكن كنت تحط في الميدان اللي يقليك تبدعه اللي يقليك تعطي كل طاقات تانية مخطة توجيه للتهية السياحية للولاياتورقلا أفاق 2030 الوزارة وزارة سياحة حسين عدقليدية قامت بمخططات توجيهية للتهية السياحية الصدات هذا هذا مخطط توجيه للتهية السياحية 2030 هذه دارة الوزارة هذا مخطط وطني المخطط الوطني تنبذق عليه 48 مخطط توجيهي ويلائي اللي هو هذا هذا راكم شوف فيه يعني ملخص ملخص تع الملخص هو دراسة كبيرة انتع ثلاث سنوات قامت بها الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لولاياتورقلا هذا المخطط يعني هو جزء من 19 مخطط لتهية الإقليم المخطط الوطني لتهية الإقليم مخطط 2030 سدات 2030 الخطوط العريضة يعني هذا المخطط ساهمت فيه كل كل الفاعلين في القطاع هيئات رسمية مجتمع مدني بلديات مراكز بحث كل كانت فيهم كما يقولوا أخذ الرأي تاحهم الهداف المخطط هذا أن مخطط توجيه لتهية السياحية أداة لتهية المحلية باستعرار المحاول الهامة مترجمة في المخطط العملية أول هدف هو جعل وليت ورقلا أكثر جاذبية في القطاع السياحي ثانيا تطوير العرض السياحي كما وكيفا ثالثا جمع المؤسسات والممثلين المحلين حول مشروع مشترك رابعا التأكيد عن الهوية السياحية المحلية دراسة كانت فيها أربع مراحل للإنجاز الدراسة هذه كانت مرحلة أولى التشخيص العملي للموقع مرحلة الثانية برامج المشاريع والسيناروات مرحلة الثالثة مرافقة عملية الانطلاق المخطط التوجيهي مرحلة الرابعة تسير المشاريع وتنشيط اللجان مو كران ينهضر لكم بهدرة إدارية ولكن لتحقيق الفعل التاعه أو المخطط راح يكون في 2030 بعدين أي سؤال أو حاجة مرحلة بي بالنسبة لهذا المخطط قسم الولاية لثلاث مناطق وهي قطب ورقلا قطب حاسم سعود وقطب توقورت يعني كل قطب أعطاه نظرة كيفاش راح نطوره السياحة في هذه المنطقة زيت زيت طلا المرحلة الأولى تقديم منهجية دراسة وبرمجة مراحل الإنجاز كما يتم في هذه المرحلة التشخص العملي للموقع في النقطة المرحلة الأولى كانت عبارة عن جمع المعلومات في كل الولاية حول السياحة والمواقع السياحية المتواجدة بها بالنسبة للسلبيات أو المعوقات التي كانت خاصة بهذا المخطط كانت عدم مخططات تهيئة سياحية في مناطق توسع سياحي مناطق توسع سياح هي مناطق مصنفة يعني في 2018 أنا في 29 فندق بطاقة استيعاب كانت 1300 ذركر أنا في 1775 سرير حساسية نظام البيئي ومناطق الرطبة بالنسبة للولاية ورقلا فيها مجموعة كبيرة من المناطق الرطبة وهذه المناطق الرطبة لازم تهيئة خاصة بحيث من عرضوها أنها تتأثر أو يكون فيها تلوث قلة الممثلين سياحي المؤهلي هذه قلة المؤهلي الممثلين يقصدون بها الإطارات الإطارات المتخصصة في السياحة من وكلات سياحة من فنادق من مسيينين بنسبة الإيجابيات الإيجابيات المتواجدة في الولاية وهي أهم حاجة أن الولاية تعتبر فرصة حقيقية لسيط مارسيح يعني بحكم تنوحها تنوح السياحة المجددة فيها الإيجابيات الثانية فرصة لجذب سوق الزبائد السياحي الدولية المحلية في القواعد الفيترولية نحن لدينا منطقة حيسم السعود يعني كائن أكثر من ستين جنسية متواجدة في هذه المنطقة يعني قادرين نخدمه على هذا الأساس أنها تكون عامل جذب كبير أنه موقع استراتيجي على الصعيد الوطني وقطب سياحي للجنوب الموقع الاستراتيجي هذه عندها أثار منها أنه ولاية ورقلة توفر على ثلاث مطارات هذا يعني كما يقولوا عامل لوجيستيكي من أجل تهيئة السياحة الولايات امتيازات وبصمة فرضية غير شبيهة بباقي الولايات ولاية ورقلة عندها بصمة في السياحة بشتى أنواعها مرحلة ثانية مرحلة ثانية مرحلة مرامج المشاريع والسيناروات هذه المرحلة اقترح فيها السيناريو تعتهي هذا وهو سيناريو الشامل يعني دراسة أنا نعطيكم فيه لمحات لأن الدراسة اقترح ثلاث سيناروات للتهتياء وتم اختيار السينارو الشامل اللي يكون فيه ثلاث مناطق وهي القطب ورقلة وقطب حاسم السعود وقطب تقورت بالنسبة لمرحلة الثالثة والرابعات تمثل في ورفق تعملية الانطلاق وتطبيق الفعلي المخططة توجيه لتالي السياحية بالنسبة للستراتيجيات الخمسة تثمين الوجهة السياحية الولايات ورقلة تطوير قطب أعمال في مجال سياحي الولايات ورقلة تطوير قطب الأعمال في مجال سياحي لمدينة حاسم السعود تطوير سياحة البيئية في قطب تقورت وتثمين طراث ثقافي الموجود في الولايات باش ما نقعدوش يعني في روتين وحاجة كلاسيكية ولا نرى نديره في كور خلاصتها الخلاصة الخلاصة المخطط كما راك تشوفو عطاونا مجموعة من المشاريع بالأجل تهيئة هذه الولايات أفاق 2030 كأن مشاريع تطير بينها دراسات تهيئة للمناطق نفس الشيء بالنسبة للتظاهرات أو الاحتفالات كما يقولون سنفو ست تظاهرات في الولايات الأفاق 2030 بالنسبة للمدرسة سياحة طرحنا مدرسة جهوية للسياحة مراكز صناعة تقليدية صناعة تقليدية عندها دور كبير في السياحة ولهذا طرح إنشاء ثلاث مراكز للصناعة تقليدية مركز الاتصال والإرشاد كان ثلاثة ديوان محلي للسياحة نقطة استعلام ورشد سياحي ورفض صناعة تقليدية ودراسة تهيئة مناطق التوسط لعلينا نحن ندرك الفايدة أنه كين هناك مخطط توجيهي للولاية مدرية سياحة راح تعمل على كما يقولون تجسيده على أرض واق 2030 ورح تكون فيها نتائج جد أجابي شكرا